بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أخواتي أخواني الأعزاء أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة والجميلة من قطوف دانيات أخواتي أخواني الأعزاء نتحدث في هذه الحلقة عن الحياة الآخرة هل هي الحياة الآخرة هي امتداد للحياة الدنيا أم أنها شيء آخر طبعا هناك فرق كبير بأن تكون الحياة الآخرة هي امتداد يعني امتداد يعني بعد الحياة الدنيا تبدأ الحياة الأخرى يعني مرحلة تنتهي فيها الحياة الدنيا هذا الشوط في الحياة الدنيا ثم بعد ذلك تأتي الحياة الآخرة هل هذه الحياة الأخرى هكذا أم أن الحياة الآخرة لها وضع مختلف تعالوا معنا أخواتي وإخواني الأعزاء كما عودناكم أن نستنطق القرآن الكريم والآيات الكريمة في هذا الصدد يقول تبارك وتعالى في سورة الروم الآية رقم سبعة يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون شوف كرر كلمة هم مرتين إذا كان يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا إذن الآخرة شي هي؟ هي باطن الحياة الدنيا إذن هي مثل ما تقولون ما يسمون عملة واحدة لها وجهان الوجه الأول حياة الدنيا الوجه الثاني لها هي الآخرة إذن الحياة الدنيا ليست امتدادا للحياة الدنيا يعني ليس بعد حياة الدنيا تبدأ الحياة الآخرة وإنما الحياة الدنيا الحياة الآخرة هي موجودة مع الحياة الدنيا هي الطبقة الباطنة أو الطبقة الأخرى من الحياة الدنيا هي الطبقة الباطنة للحياة الدنيا تسمى الحياة الآخرة انظر إلى الآية مرة ثانية ودقق معي حتى تستوعبها وتتدبرها فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها انظر إلى الآية ودقق معي فيها يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا إذن وهم عن الآخرة هم غافلون إذن الآخرة هي الباطن من الحياة الدنيا إذن هم عملة واحدة لكن وجهان مختلفان موجودان في نفس الوقت وفي نفس الزمن ولكن الزمن مختلف كما سنناحظ يستعجلونك انظر إلى الآية رقم 34 من سورة العنكبوت يقول تبارك وتعالى على لسان الكافرين يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين شوف ما يقول لكم لو أنتم منتبهين أنتم موجودين في العذاب الآن ولكن لا تشعرون غافلون كما قالت الآية السابقة يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين لكن هم لا يشعرون ولا يعلمون وهم غافلون انظر إلى هذه الآية تالية كذلك تبين أن وضعية العذاب أو وضعية النعيم موجود في الحياة الدنيا وإنما هو وجه آخر من الوجوه نحن نغفل عنها في كثير من الأحيان إن الذين يأكلون أموالي ليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا ما قال سيأكلون يوم القيامة لا ولا في يوم الحساب ولا في يوم الآخر لا يقول الآن الآن إنما يأكلون الآن إنما يأكلون في بطونهم نارا إذن هم لا يشعرون فيها ولا يحسون فيها وهم غافلون عنها أنهم موجودون الآن في النعيم وموجودون الآن في الجحيم أو في النار وكذلك يقول تبارك وتعالى هذه الآية طبعا اللي ذكرناها كانت في سورة النساء رقم عشرة انظر الآية التالية وهي كذلك موجودة في سورة الرحمن آية رقم ثلاثة واربعين واربع واربعين ماذا تقول اسمعها جيدا وتدبرها هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن هذه والإشارة يومنا نقول هذه للشيء قريب وشيء موجود إذا ما كان موجود كيف يقول الله هذه هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن هذه طبعا دلالة أخرى من دلالات أن الحياة الآخرة ليست امتدادا ليست امتدادا للحياة الدنيا ولكنها باطن الدنيا نستودعكم الله ونكمل بقية الحديث في حلقة قادمة من قطوف دانيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر